بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنبدأ مع بعض المحاضرة الثالثة في الوحدة الخامسة الخاصة بالاختبارات التحصلية نكمل مع بعض نستعرض اللي هي خطوات إعداد لاختبار التحصيل الخطوة الخامسة من إعداد لاختبار التحصيل هي تعليمات لاختبار ومعنى تعليمات لاختبار أن نوضح فيها المطلوب من التلاميذ نوضح فيها الخطوات الواجب اتباعها في الإجابة عن الأسئلة نوضح فيها زمن الإجابة عن الاختبار ثم نعطي أمثال توضيحي حتى يتضح للطلاب طريقة الإجابة بصورة سهلة ثم نحدد أو نخصص مكان يسجل في الطلاب بياناتهم زي الإسم والفرقة والتاريخ ولو في رقم جامعي أو مثل هذه البيانات بعد ما نعمل خطوة اللي هو التعليمات خطوة تجهيز أوراق الإجابة ومفتاح التصحيح أنا خلاص أصبح عندي اختبار فلابد أن أنا أجهز الأوراق الإجابة ومفتاح التصحيح فأول حاجة في تجهيز أوراق الإجابة تحديد طريقة الإجابة على أسئلة الاختبار لازم أحدد هل هيجيب في نفس الورقة أو في ورقة منفصلة لابد أن أصمم ورقة إذا كان في ورقة منفصلة أو أضحها للطالب لابد أني أوضح لهنا موزر الاجابة على كل سؤال وهي الدرجة المخصصة لكل سؤال حتى ياثق في أنه لن يختلف تصحيح باختلاف المصححين ثم تأتي الخطوة السابعة وهي طبع الاختبار في صورتي الأولية وتجريبه ببدأ أطبع عدد بسيط من الاختبار الهدف أن أجربه على عينة قليلة من التلاميذ حتى أكننه أكننه يعني أحدد من خلاله زمن الاختبار أحدد معاملات السهولة لكل سؤال بحيث لو كان فيه أسئلة منخفضة جدا في السهولة أو مرتفعة جدا أقدر أتغلب عليها أقدر أيضا أحدد درجة تمييز كل سؤال بين التلاميذ المرتفع التحصيل ومنخفض التحصيل أقدر أكنن الاختبار وأحسب سباته وصدقه ثم تأتي الخطوة الثامنة وهي طبعة الاختبار في صورتي النهاية أنا خلاص جربت عينة استطلاعية أقدر أطبعه في الصورة النهاية بعد ما عملت التعديلات وأقدر أخرجه بحيث أن أنا عندي مفتاح إجابة وعندي صورة الاختبار وأستطيع أن أنا أطبقه على الطلاب أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته